كل حاجة كانت حلوة مكاسب كثيرة جدا 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 استفاد منها النادي الاهلي النهاردة والجهاز الفني للنادي الاهلي النهاردة زي ما حضراتكم شايفين بيتسو موسيماني قاعد فوق بيصور محمد هاني بيجري كده هو عارف ان هو هيكسب 5 و 6 و 7 و 8 هو مش فارق معا ان هو يكسب ولكن هو اللي فارق معا اكتر تحرقات بعض اللاعبين جوه الملعب حسام لما ينزل لتحت مين اللي يقطع من وراه مين اللي يقطع من ناحية اليمين مين اللي يخش من النص زياد طارق لما تلعبت له الكرة قاطع من وسط الملعب او من عمق الملعب وتلعبت له الكرة سروب بوصل راح جاب جون ثقة كبيرة في الناشئين زي ما حضراتكم شايفين هو ده تتابع الامر بمعنى ان بجيب الناشئين العابهم فريق اول واشوفهم وبعدين ممكن جدا اصفرهم برا يلعبوا في التشيك او في بلد اخر في اوروبا علشان يرجعلي افضل ما انا عايزه كمان هو ده الاستثمار الرياضي والاستثمار الفني اللي احنا بنتكلم الاستثمار الفني جوه الملعب يعني بهذا الشكل وبهذا الاداء الرائع في البعض يسرح كده بقولك ايه يعني انتوا جايبين فرقة تكسبوها ستة او سبعة مش القصة ان انا نكسب ستة او سبعة قصة زي ما قلت لحضراتكم ان المسلماني قاعد فوق بيشوف ايه الاخطاء محمد هاني دخل لجوه محمود وحيد دخل لجوه والمفروض هو يطلع لبرا كل الاخطاء ايوه هي دي الصورة الاهم وجهة نظر انا ان هي دي الصورة الاهم ان هو بيصور ومحلل الاداء اللي معاه بيروح يقطع كل حاجة يقول له وريني محمد هاني عمل ايه وريني رامي ربيع عمل ايه وريني محمود وحيد عمل ايه وريني محمد محمود اتحرك ازاي في الكرة او في الديئة 30 بيعرف ليفل اللياقة البدنية من خلال تحركات اللاعبين اللي جوه الملعب وبالتالي استفادة كبيرة جدا 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 نهاردة من هذه المباراة الودية وان شاء الله القادم افضل ان شاء الله عندنا مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين النهاردة مبشرين في كل الناشئين اللي كانوا موجودين النهاردة ولعبوا منهم الاحرز هدف منهم اللي تقلق اثناء المباراة فالحقيقة مباراة النهاردة كلها مكاسب ان شاء الله القادم افضل والقادم دائما هيكون في افضل حالة الشوت الاول محمد هاني ومحمود وحيد ورامي ربيع ومحمد مغربي من قطاع الناشئين في النادي الاهلي وكان وراهم علي لطفي اما خط الوسط كان كريم فؤاد وكوكا ومحمد محمود وزياد طارق واحمد عبدالقادر وكان مهاجم وحيد حسام حسن الشوت التاني تم الدفع بمصطفى شوبير وعربي بدر ومحمد فخري واحمد سيد وصالح نصر واحمد أشرف وحمدي ياسر زي ما قلت لحضراتكم كلها استفادة الحقيقة من خلال وجود هؤلاء الليعابين ومن خلال قطاع الناشئين اللي دايما الحقيقة كابتن خالد بيبو بيطلع الناشئين علشان نشوفهم وبعدين نصفرهم برا نستفيد منهم مديا وبعد كده يتم ثقلهم برا مصر أفضل ويرجع بعد سنة أو سنتين يلعب في نادي الأهلي زي أحمد عبدالقادر مع عمل زي ما فلان مع عمل حاجات كتيرة جدا جدا حضراتكم بتشوفوا تطور رهيب جدا جدا خلال الفترة القادمة إن شاء الله سواء في أداء اللاعبين جوه الملعف الفريق الأول أو حتى في قطاع الناشئين من خلال القرارات الكتيرة اللي بيتم اتخاذها خلال هذه الفترة من مجلس إدارة النادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر